اشتركوا في القناة في الاثناء ثمت اصوات تخرج بين الفينة والاخرى لانصاف الحق المسلوب لكن الفرصة اليوم تحت مجهر الحكومة لتحقيق المطلوب وانجاز المخطط له هنا خرج المتظاهرون وعادوا ادراجهم لكنهم مطالبون ايضا بمد يد العون للوطن بمشاركة ديمقراطية هذا مطلب المناشدين لان تكتمل صورة ثورة تشرين وتترجم ما ساعت اليه جموعها اذا هي الخطة المتكاملة التي لا تنجح بالمراد الا بفتح الطريق امام الحكومة سيرا على خط الانتاج السياسي الذي يجدد اوراقا غطاها غبار التعاقب وشلل الانجاز بفعل الموت والقتل والدماء المهدورة وقوافل الشهداء للا نقول لشبابنا راقبوا صفوفكم وميزوا صفوفكم كي لا تقفوا في موقع واحد مع من يريد بعراقه وشعبه سوءا ومع من يريد تخطيم الدولة وتكسيرها ومنحها هدية او سبية الى الاخرين الانسحاب التكتكي اليوم يأتي بعد رسائل دعم للمتظاهرين خطب بها رئيس الحكومة شعب العراق على التمسك بالثوابت وصولا الى عراق يعود له ميزان قوى السياسة عودة الحياة في مناطق حيوية كساحة تحرير وجسر الجمهورية ومناطق اخرى ما هي الى معادلة في حسبان الطيف الاوسع من الشارع تتاح بفرصة ذهبية لتنجز الحكومة ما قد وعدت به فيما لغة القرار التي ينطق بها رئيس الوزراء تقف في وجهها معاوقات الفساد والسلاح المنفلت والتدخل بالقرار العراقي السيادي وهو الذي قد يعيد صخب التظاهر والاحتجاج الى الشوارع من جديد